وجه تكتبغى الحب، زوج تكتبغى الاهتمام، زوج تكتبغى الكلمة الحلوة زوج تكتبغى الحضن الدافي، زوج تكتبغى رجال والله العظيم أنا أكتشفت أن النساء تحب الرجال القوي تحب الرجال المحترم، تحب الرجال يقدرها والله العظيمة رأسويت استفتاء على حسابي إيش تبغون من أزواجكم؟ أو فيه أمل نكتب ما أبغى إلا احترام ولا أبغى إلا حب حب واحترام ترى الحياة قائمة على الحب واحترام قائمة على تسديد الاحتياجات الزوجة ما جدك ترى بس عندها احتياج عاطفي الزوجة تبحث عن الاحتياج العاطفي وعندها استعداد تطبخ لك وتنفخ لك وتغسل لك وتشيلك فوق راسها وبعدين كمان خل لسانك حلو يا أخي والله اللسان الحلو هذا عسل يا أخواني خل لسانك عسل انتبه أن تجرح زوجتك في جمالها أو في عملها معلش ملح زايد ناقص تمشي لبقية لكن انتبه من الجروح هذي اللي تدقق وراها الجمالها لا تجرحها أنت اللي خذيتها وشوفها شرعية وشفت كل شيء ما هو كل يوم شرعتك هذي عينك ذي شكلك ذي يا أخي ما يصلح النقد هذا الحرمة مدمر للحياة بعدين يا أخي لا تأخذها أنها ندرك كل شوية أنت وياها في مناقرة تراك أنت رجل وهي مسكينة ما عندها للسان ذا يا أخي فاعفوا واصفحوا كلمة تمر يا الحياة الزوجية عجبني واحد الله يذكر الله بالخير زمان كان يقول الحياة الزوجية لن تمشي إلا بالتطنيش تقعد 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 على كل شيء والله يحد تعب خلها تمشي كباري وتراها زوجتك تراها غاسلة جوبك وطابخة تأكل لكم ربية عيالك والله لو تحمل يوم يمكن تنطق بطبك والله لو تقعد هذا العاني يوم بالبيت قسم بالله العظيم شيء برأسك الله يكرمك أبو رضعات وحفايل والله نتكثر خيرها وانتكثر خيرك فأرجوكم احترام واهتمام والتزام بتينك حياتكم من أبدع ما يمكن احترمها واحترمها لها يا أخي لا تسبهنها واش تخرك لها لا لا تغصوبها على أهلك ترا ما هي مغصوبة على أهلك ولا هي مغصوبة تجي عند أخواتك يا أخي إذا فيه تتش لأن هذه المشاكل ترى أنا مرت عليه كثير كثير إلا تجي أخواتي غفظ يا أخي ما تبأ أخواتك إلا يا أخي أمك أنت اللي تبر فيها وانت اللي تقوم بلازمة وكلش إن جت جزاء الله خير نحسنت جزاء الله خير ما أحسن تروح تطلقها عشان أمك ولا عشان أختك يا أخي ما أختك ما لزو أختك في أمان الله وأمك في أمان الله وأبوك في أمان الله زوجتك لك ما يلاحظ ثاني طيب وزوجة يا دكتور شو يقول لها وزوجة يا كريمة والله يقولت هذا الكلام مرة لا يزعله من العليم معي يا أختي الكريمة أقسم بالله الآن الآن في الزمن ده الرجل الرجل من كثرة المسؤوليات والالتزامات اللي على راسه اللي تضعها على جبل لهدتها أرجوكم الحياة خارج المنزل موحشة موحشة ومتعبة ومهلكة والله العظيم يا أخوان الرجال يعانون الأمرين والله أني عندي واحدين دوامين والله أني دوامين ثمان ساعات وثمان ساعات ستعشر ساعة كم بقي له؟ ليه؟ علشان لقمة العيش النظيفة يضعها في أفواهكم أرجوكم ساعدوه أرجوكم ساعدوه أرجوكم قدروه بالذات الوضع المالي الوضع المالي ما هو كل يوم مطاعم وإذا ما جاب لي هدية أزعل وإذا ما وجبت عند بدري من قال والله العظيم الفلوس زيمان نحطها من جبال يا أخوان ويا أخوات قاسم بالله أصبح دخلة الريال صعبة وخارجتها عندكم سهلة فأرجوكم ساعدوه أزواجكم المساكين وإذا ما هو